هل تتعلم عن هذه الفتوة؟ لأنك تعلم أن الأسئلة تتعلمين فذلك يعني أنك لا تتعلم عن الأخرى لذا أريد أن تتعلم عنهم إن شاء الله رب العالمين لذلك لا تتعلم عن أحدهم أحدهم لأحدهم شيخ إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم إنا نسألك في مفتتح ليلتنا هذه أن تجعل اجتماعنا فيها اجتماعا مرحوما أن تجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما أن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرورا إنك ولي ذلك والقادر عليها اللهم أمين قصة لطيفة أردت أن أتخذ منها مدخلا إلى حديثنا ما حضراتكم في هذه الليلة إن شاء الله إن القلوب موضع نظر الرب جل جلال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكان السلف الصالح يسعون في علاج قلوبهم إذا استشعروا فيها قسوة القصة التي معنا لميمون بن مهران كاتب عمر بن عبد العزيز قال لولده عمر انطلق بنا إلى دار الحسن البصري فخرج بوالده يقوده فعندما وصلوا إلى دار الحسن وطلقوا الباب خرجت جارية فقالت من؟ فقال ميمون بن مهران قالت هذا كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم فالتفت فقالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى الرجل بكاء عجيبا حتى سمع صوته الحسن البصري من دخل فخرج اعتنقه وقبله ثم سأله عن حاجته فقال له لقد شعرت بغرزة في قلبي فاستلن لي أفأصوم له؟ إنه خرج من بيته خصيصا شعر بقسوة في قلبه فخرج يلتمس من يعالج له قلبه أفأصوم له؟ تنصحني بالصوم فتلى عليه قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فخر مغشين عليه أخذ يفحص برجله كما تفحص الشات المذبوحة برجلها وأخذ الحسن ويتفقد رويدله كما تتفقد الشاة المذبوحة فلما اطمأن عليه دخل داره وانخرط في بكاء هو الآخر فجاءت الجارة في خارج أخرجوا لقد أزعشتنا الشيخ فخرج قاله ابنه يا أبتي أنا كنت أظم الحسن البسيط شيء ضخم جدا شيء كبير ماذا قال لك لقد قال آيتيني أنا أحفظهما ما الجديد الذي جاء به الحسن البسيط الحسن البسيط كلمة كبيرة ضخمة جدا وفي النهاية ما وجدنا شيئا آيتين قرأهما أنا أحفظهما قال يا بنيا لو تدبرت بقلبك هاتين الآيتين لوجدت فيه ما لقلبك ندوباً ولو وجدت فيه ما لقلبك كلوماً لكن لؤم في قلبك هو الذي حال بينك وبين أن تنتفع بما تلافع عليك محل الشاهد محل الشاهد نحن في حياتنا لو قال لنا استشاري قلب عندك تصلف شرعين ولابد أن تزورني كل اسبوع every other day every month ستركض رقطاً وتدفع المال خليك تسافد بره من الشرق إلى أوروبا إلى أمريكا سوف تسافد وتدفع العلة الجسدية المادية تحملك على أن تسعى في علاجها تلتمس لها مستشاريين ومتخصصين وتسمع كلامهم وتركض خلفهم لكن العلة الإيمانية في القلب وهي علة أعظم وأنكى وأفجع لا يشعر بها أحد لأن القلوب ربما تموت في لحظة من اللحظات ما لجرح بميت إيدامه فكما تبحث لقلبك في إطاره العضوي والجسدي والمادي عن معالج وعن مستشار ابحث لقلبك في إطاره الإيمان عن معالج وعن مستشار أسات جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينة فضر يا حسين ماشاء الله الحمد لله الشيخ ماشاء الله started by making dua that Allah عز وجل gathered us here to make us all accept and cover us with his mercy then the chef said I want to mention an anecdote or a story that it would be used as an introduction to our night tonight about seeking the knowledge and softening of the heart and healing the soul and he said that this story is about hearts because the hearts are the place where Allah عز وجل looks at Allah does not look to how you physically look from outside or your outer self but Allah عز وجل looks to your hearts and he looks to your deeds as Rasulullah صلى الله عليه وسلم said then he said this story is about one of the gathered predecessors his name is Maymoun ibn al-Mahran and he was the scriber or the writer of all the documents of Umar ibn al-Aziz the Khalifa he said to his son one day take me to the house of al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri is a great known scholar among the tabi'een so he talked him to al-Hasan al-Basri and then they knocked on the door and the female servant of al-Hasan al-Basri she opened for them and she said who's that he said I'm Maymoun ibn al-Mahran she said Maymoun ibn al-Mahran the scriber or the writer of Umar ibn al-Abd al-Aziz what a miserable man why you stayed until this time you know like she said you're still alive are you still alive in such a bad time what make you alive in this bad time so he subhanallah told her I came to see your master here al-Hasan al-Basri his son is asking him why we're coming here why we're coming to al-Hasan al-Basri he said my son I looked at my heart and I find some roughness in my heart something that makes my heart rough and rude, crude and that's why I came so the shaykh commented and said subhanallah somebody found that in his heart and he went out from his home specifically to heal that and he went to the right person to heal that so this is the first comment that the shaykh made about the story and then he cried when she told him that you know you're a loser or you're a miserable man if you're staying in such a bad time and someone good luck you're staying in this time here Allah life until now so he started crying then al-Hasan heard him from inside crying so he came he came out and he hugged him and you know he welcomed him and all of that then he told him you know they were friends they know each other so Mahmoud Mahra was a scholar by the way so he talked to al-Hasan and he told him he told him Abu Sa'id you know what is you know I found some bad things in my heart what you advise me to do do I observe fasting for it do you think like I fast observe fasting that it will help me so al-Hasan al-Basri when he saw that he wanted advice he just recited two ayahs for him two ayahs and he said Allah azazala said Allah telling Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam about these people who are arrogant and so on so do you see that if we give them all the pleasures of this world for years you know we give it to them we give them all this dunya for years then our punishment comes to them what this enjoyment would help them with this enjoyment would not mean anything would not help them so when he heard that he passed out when Maimun ibn Maheran heard these two ayahs he passed out and he started shaking and he started kicking with his feet like a slaughtered goat so al-Hasan al-Basri got scared and he started shaking him with his feet and all that when he saw that he's still alive he left him until he calmed down then subhanallah al-Hasan himself started crying and he went inside of his house and he could not hold himself he started crying so hard so the servant told him leave you disturbed the sheikh al-Hasan leave you know that's enough you came here and you caused him to be unhappy so he left they left while they were leaving his son is asking him oh father what's wrong with you you know I heard al-Hasan is like a big giant here you know al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri and you're asking him for advice and you recite a couple of ayahs I know this ayahs I memorized the whole Quran actually so what's the point he told him son if you have a heart to ponder upon the depth of those ayahs it would leave marks carvings in your heart that will never heal but because there is some deception in your heart some wrong some crookedness in your heart actually he told him because there is some crookedness in your heart that prevented you from absorbing those two ayahs so the sheikh here commented on that by saying if one of us goes to a heart doctor and he tells you that you have a clogged heart or you have a problem in your heart or you have like issues with your arteries and you need to get that medicine you'll spend everything that you have to do it he tells you you have to travel to that medical center and such a center you will do it you will not hesitate you'll spend everything you have all the efforts all the life to heal yourself and that's when he talks about some physical defect that we have don't you think that we need to do the same with our spiritual illnesses and maladies as well so the sheikh said this you know hearts and soul they have also diseases they have illnesses they have maladies they have those problems as well that they need and the sheikh said subhanallah hearts will die in seconds spiritual hearts and they will die in seconds and when a person dies if you wounded them or cut them it doesn't hurt it doesn't hurt them anymore because because they are already dead if you if you go to a person after they die and you start mutilating them or anything like that it does not affect them at all to the least so the sheikh said you know we make sure that our hearts don't get to that level because once it gets to that level then there is nothing will work right so you need to maintain your heart before it gets like that so as you do with your physical heart you should do with your spiritual heart and the sheikh finished with that mashallah so this was his advice to us and I hope you got the message and we all got the message that we need to start caring about our hearts and our knowledge and the things that we are ignorant about we need to once you find that roughness in your heart once you find that laziness once you find this carelessness or heedlessness you need to go at once to one of those doctors you need to come at once to one of those hospitals the masjid you know give to the scholars and ask about knowledge ask about to soften your heart because this is the only thing that you have to get you to the eternity of goodness in the name of Allah shall we start our questions this is a question about food and you know the things that halal and the haram the vanilla extract chocolate liquor or liquor and other ingredients is it halal to eat could you please explain for us بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه تعلمون أن الله قد حرم الخمر والخنزير فأي طعام احتوى على شيء من الخمر أو من الخنزير فإن بغي أن تنظر هل حدث لهذا القدر استحالة انقلب إلى عين أخرى انقلب إلى مادة أخرى إن كان ذلك كذلك فلا حرج لأن التحريم ارتبط باسم الخمر وباسم الخنزير فإذا زال هذا الاسم وانقلبت المادة إلى مادة أخرى فقد زال التحريم الحكم يدور مع علته وجودا وعددا أيضا إذا كانت الكمية قليلة جدا بحيث لا تكاد تذكر بالنسبة لمكونات الطعام فإن المكاثرة أيضا مما يعفى معه عن القليل المحظور إذا كانت النسبة قليلة جدا جدا ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني إذا كان هذا الشراب الذي أضيف عليه شيء من الخمر يسير إذا كان لو شربت منه شيئا كثيرا يسكر فإن قليله حرام لكن إذا كان مهما شربت منه لا يسكر لأن النسبة الكحولية التي أضيفت إليه قليلة جدا فهذا لا يكون في جملة المحرمات وهذا ينطبق على الأدوية وعلى الأغذية لكن الأمر في باب الأدوية أوسع لارتباطها بالضرورات أو بالحاجات الماسة التي تمزل منزلتها موسيقى 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 صحيح صحيح نعم 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 يبدأ بالطبال حيث صحيح حلث برغة 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 كالتغانية حلث من تغليم ايضا برغة برغة ايضا ثم لا يكون حراماً إن شاء الله الثانية هل يمكن أن تصلي أمام الرجل في صلاة نفلة أو شيئاً؟ فإن شاء الله الأساسية لا تحق في صلاة نفلة لا يوجد تلك سلاة نفلة حتى أن يكون محبوبة للطرور فإذا كان يكون تبداً خلال يبدو أنه هل يدعي أو أنه صلاة نفلة، أنه يدعي لا تُقف على حيان الناس شاء الله هل يمكن أن تحقب الرجل على الأداة التي يملكها؟ لما يختبئ في الأن سنتها؟ هل تزيد في الأن سنتها؟ لا بأس بهذا الأصل قول الله جل جلاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني لكن إذا هي عجزة وتعلق بها الولد ولم تستطع فطمه فامتد رضاعه إلى 26 شهر 28 شهر لا بأس لكن ينبغي أن ترتب نفسها مبكرا لأن الفطام أمر صعب وشق وشديد فينبغي أن تدرج طفلها كل ما اقترب من نهاية العامين ينبغي أن تتدرج به في فطمه حتى إذا أتم الحولي استطاعت أن تفطمه بالكلية لكن لا حرج الأصل في ذلك يعني الجواز وهذا أمر إرشادي وليس أمرا إلزاميا So the Sheikh said there's no problem to increase more than two years especially if the child is attached to the mother it's very hard to win him or her win the child the original rule in the Quran that says for the mothers to breast feed or nurse their children for two years for whoever wanted to complete the two years so the option is to go less and also to go more if there is a need it was hard but the sheikhs advise so a mother can go up to 26 months or a little bit more and so on but the sheikhs said weaning a child is very hard so it has to start early on it has to start early on because the child is attached to the mother and this is very important so the mother has to start early on by introducing other foods and so on but there is no problem to breastfeed more but don't go extreme seven years old and it doesn't work all right so if a wife that's a serious question now if a wife blames her husband of adultery every day how do you respond to that when it is baseless but she is not willing to listen تتهم زوجها بالزنة بدون دليل ولا تقلع ماذا يفعل الزوج هذه مشكلة إنها مشكلة كبيرة طبعا لأن القذف من الكبائر القذف من الكبائر سواء كان قذفا من الرجل للمرأة أو قذفا من المرأة للرجل وهذا موجب للحد فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ولا يحمى ظهرها من الجلد إلا بأربعة شهود عدول والمسألة ترى رأي العيد نحن أمام أمر كبير وخطير ينبغي أن تعلم المرأة ذلك يتستطيع أن تتهمه بأنه ليس متحوطا أو يتخوض في المحرمات أو يحوم حول الفاحشة أو يمارس مقدماتها أما أن تتهمه بالزنا لأن الزنا له مفهوم شرعي الزنا الموجب للحد هو الجماع المحرم الوقاع المحرم لكن فيه زنا لغوي قبل هذا العين تزني وزناها النظر اليد تزني وزناها اللمس الرجل تزني وزناها المش النفس تمنى وتشتهي الفرج صدق ذلك أو يكذبه لو كان المقصود هذا المعنى لا يصل بصاحبه مبلغ أن يقام عليه الحد أما أن ترميه بالفاحشة الموجبة للحد تقع في أمل خطير جدا فينبغي أن تقلع عن هذا فورا نصيحة للزوج هذا الاتهام من قبل الزوجة لم ينشأ من فراغ لابد أنه يحوم حول الحماء لابد أنها رأت له على آيفون ولا آيبال ولا في إيميل رأت مشاكل ومصائب وفضائح ما نشأ هذا من فراغ قل له اتق الله يا عبد الله إنك موقوف ومسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون نعم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق لو تأملت هذه الآيات لكي يتسهاما في قلبك فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فهي نصيحة من ذات شقين شق يوجه إلى المرأة أن تتق الله في عباراتها في أقوالها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد شق للزوج أن اكتهامات زوجته لم تنشأ من فراغ فليتق الله وليراجع التصرفات الشائنة والمقيتة التي حمى زوجته وعلىها لإنتهام الوزوجة هذا مباشرة كبير مجرد بحث أن يرز أمان أو يجب أن يرز أمان بعث أن تقصص لديها بحث أن يرز أمان لأن يرز أمان إنه حمانات يعلم أن يرز أمان سيئات وليس لديها لديها ولده وعند يأخذ شخص نحن يدعوا في القرآن بأنها تتقل مجرحة الأجرية هذا الأول الله قال لا يجب بـ صحر فَسَقِينَ If she does not do that that means she stays on that classification That's how hard and serious this matter Read Surah At-Nur page number 1 So this is a very serious issue She can talk to him, yeah maybe Or accuse him with proof or with doubt Based on doubt that he's looking the haram for example Or he is doing the things that introduce him to wrong But not to accuse with the zina because this has a category by itself then the sheikh adds and he said there are also linguistic zina the word is used linguistically Rasulullah SAW said that the eye commit zina eye commit adultery by looking the hand commit adultery by touching and so on and the nafs or the soul it desires or lusts someone then you know the private part seals the deal at the end of the day that is the other zina so if this is meant if this is what is meant it would not go or amount to the other accusation then the sheikh said there is also another advice to the husband that this accusation does not come from a wife always baseless as it is mentioned but there is something the sheikh mentioned maybe just maybe the wife saw something in the ipad or the iphone or the email or social media that led her to that or communication or you know something that is not right that caused her to build all these assumptions so the sheikh says I tell thus but also to fear Allah O servant of Allah and you know look at at what you do because you will be asked in the day of judgment the sheikh recited two ayahs that Allah Azajal will stand everybody everyone in the day of judgment and they will be asked about their deeds if you look at those ayahs the sheikh said that you will know that they are like arrows you know toward aimed at your heart so fix your heart to do that so the sheikh said there are two parts of that question one nasiha or advice to the sister don't do that don't say that baseless and the other one is to the husband to fear Allah Azajal and take care of his wife and you know erase anything that lead her to doubt and so on please send your questions on online right on the masjid website announce that and what is the website asalam.org al-salam a-l-s-a-l-a-m masjid one word m-a-s-j-i-d dot org the link has been sent on Wednesday for example yeah so email education at asalam right dot org asalam masjid dot org email and then the questions will come to me here inshaAllah next question inshaAllah what is the ruling on a sunni muslim marrying a shia muslim does the gender of the sunni muslim matter يعني does the respond of the blood say the asal the was not asal and asal الذين لا يعرفون عن تشيوعهم إلا الانتماء الجغرافي أو الانتماء التاريخي وقد يكون منهم من هو مدرك لأبعاد بدعته وقد تبلغ به مبلغ الكفر في بعضه نحيان كمن يعتقدون أن القرآن قد حرف أو من يتهمون أمنا عايشة بما برأها الله تعالى به فالمسافة واسعة جدا الشيعة ليسوا سواء وأهل البدع عموما ليسوا سواء إن منهم الرؤوس والمنظرين ومنهم العوام وأشباه العوام وينبغي أن يعامل كل فريق بما يستحق من صح إسلامه صح الزواج بشيء من صح أنه مسلم ولم يثبت عنه أنه مرتد فالعقد عليه من حيث الصحة والفساد عقد صحية لكننا نتكلم من حيث الملاءمة ومن حيث المناسبة هل هناك تكافؤ هل هناك تجانس مع هذه الفجوة العقدية الكبيرة أعتقد أن التجانس وأن التكافؤ غير قائد لكن في باب الصحة والبطلان من ثبت له عقد الإسلام صح عقد مكاحه من انتقد عقد إسلامه بطل عقد مكاحه إن كان الحديث عن الصحة والبطلان أما الحديث عن الملاءمة والمكافأة التكافؤ والتجانس تلك قضية الأخرى لا ننصح بهذا حتى لا تؤدي التوترات والاحتقنات في المستقبل إلى ما لا تحمد عقباء فده جواب موضوعي جدا في باب الصحة والفساد من لم يثبت عنه بعينه عقيدة تخرجه من الملة فعقده صحية وما وراء ذلك الحديث عن المكافأة وعن التجانس وهو ليس بقائم لكن يعني إن وقع لقول له لا حول على قوة إلا بالله قاربوا وسددوا لا الشيخ SAID شياء الشياء which is very objective and realistic, practical answers. So understand it within the context Inshallah. The Shaykh said that, there's the aqeeda part, so look at case by case as an individual. As that person, the aqeeda is cleared, but they don't know much about their religion. Like, you know, a lay person Sunni and they... classified them as Muslim, not did not preach or did not practice or not say or do anything that gets them out of their religion like saying the Quran is altered or the Quran the things fabricated in it or accuse Sidha Aisha and do that if they themselves don't believe in that and they don't preach that and they don't follow that that means they're Muslims in general and whoever the contract or the covenant of Islam is affirmed for them the contract of nikah becomes Arabia. But those who are opposite that means there is issue of their Oqidah itself or Islam then the contract of Nikah is not. So this is the matters of the validity of the contract. Now it comes the matter of the accommodation or appropriateness the husband and wife. Whether one of them Shia or Sunnah doesn't matter here. So the Sheikh said there is a huge gap in the matters of the practice and the belief وعبادات 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 يقول أن الشيخ فقالتها المعارضة سيكون بسيارة ثم سيكون لدى هذا المعارضة وضع ونحن أن هذا المعارضة لا تقلق هذا المعارضة فهي أرى أن يتعلم يجب شخص لا تريد هذه المعارضة ومع والذي belief issues and all of that to lead later on to the destruction of that marriage or to lead to other wrong things so it's not advised from the beginning but the shaykh answered it from the technical perspective and from the practical perspective what is the ruling on wives backbiting their husbands to friends or family mashallah it's against wives all the way today family and is it permissible for that wife to praise another woman's husband wanting him to be like that other man yes so I'm very mashallah bismillah 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 من الزوج أو من الزوجة لعموم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لم يستثن غيبة الزوجة لزوجها ولا غيبة الزوج لزوجته وينبغي أن تحفظ لسانك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم فيا أمت الله اذكري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الغيبة أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرت تموه يعني هذه واحدة لكن يعني يضاف إليها إلا إذا كان الأمر على سبيل التوجع أو على سبيل الشكاية أو على سبيل الاستنصاح يقع من زوجي كذا وكذا فما نصيحاتك لي كيف أعالج هذا إن كان لها نية صحيحة وصالحة في حكايتها لمثال بزوجها تلتمس النصح كما تذهب إلى المفتي تستفتيه أو إلى القاضي تشكو إليه زوجها فهذا من المواضع المستثناء في الترخص في الغيبة المتشكي المتظلم المستفتي المتقاضي الناصح أيضا إذا وجدت إنسان يعني صاحب يعني بدعة ظاهرة غليظة يتردد إلى أهل مسجد من العام ما لا يعرفون عنه شيئا فهنا تيب النصيحة لإدارة المسجد لكي ينتبهوا ولكي يحطاتوا فهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال الشق الثاني ليس من المناسب نفسيا وتربويا أن تمدح المرأة زوجة صديقتها أو زوجة مرأة أخرى أمام زوجها فإن هذا يشعل نار الغيرة في قلب زوجها من ناحية يسيء بها الظنة من ناحية أخرى وهذه الطريقة لن تفضي إلى المقصود لن تحقق المنشود هذا يعني كمثلا من يريد أن يسافر إلى الشرق فيأخذ الطائرة المتجه إلى الغرب فهذا عكس المأمول والمنشود فهذا نفسيا وتربويا واجتماعيا لا يحقق الغاية المنشودة ننصحنا أن تبتعد عن ذلك والعكس بالعكس نفس الشيء هو الطريق من ذلك جهي نفس الشيء So the sheikh said that غيبة or backbiting is haram regardless from a man to a woman or a woman to a man husband wife anybody it is haram Allah Azza Jalla did not make the exemption of wife and husband so this is a rule that applies across the board ولا يغتب بعضكم بعضا do not backbite each other period all right so this is rule basic rule of that and the sheikh reminded us that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said most of the people go to hellfire because of the harvest of their tongue because of that so most of the punishment in hell is because what we say what people say so remember that and the sheikh also reminded us with the ayah that Allah Azza Jalla resembled those who backbite like you are eating the flesh of your dead brother's corpse so this is how bad it is when you are backbiting someone but the sheikh said there are exemptions from backbiting that is not considered backbiting someone is asking a sheikh for fatwa a woman asking a sheikh for fatwa say she is counting the defects or the flaws or the problems of her husband that's exemptions that can be considered backbiting someone is in the court and they have to talk to the judge about you know she talks about she talks about those flaws and those problems or somebody is complaining complaining shakwa tazalm you know making a complaint to someone of authority or someone who will solve the problem or asking for nasiha asking for advice or warning like an administration of a masjid for example from someone who is doing bedah or someone doing wrong and talking among the people and corrupting the community there's something also that backbiting this would not be considered backbiting so this is the first half of that question the second half it is not advised for a wife to praise another husband of her sister or her relative or her friend in front of her husband because it would do three things one it would increase his jealousy and his problem number two it would make him have bad assumption about his wife what is the relationship with that man or whatever and then it will not give you what you want it will not fix the problem it's actually adding fuel to fire so it's not doing that it's like someone the sheikh said wants to go east but he takes the flight that's going west so that's what you're doing by doing that and when I asked the sheikh to follow up he said it applies for both and husband also should not compare the wives of others to his wife as well because it does the same three things so the sheikh said you know it is not appropriate educationally socially psychologically or religiously so quit that and backbiting is backbiting the sheikh said the question he said what is the ruling of the beard for men and what is the length beard why is there a difference of opinions about whether whether it is fun or not الأنبياء والمرسلين قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق القول والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية إحفاء الشارب يعني أن تقصه قصا يعني قصا بليغا بحيث لحفاء معناها الجول يعني أن تحفي وأن تعفو أن تعفي اللحية ورخص في أن تزيل ما زاد عن القبضة وعلى كل حال أخذ ما تطاير منها بحيث يعني تبدو متناسقة أخذ الشعر الزائد المتطاير من اللحية لا بأس بي بحيث لا تبدو كأن كل شعرة تشاكس أختها وتعاكسها إذا المقصود أن تكون في شيء من الانتظام في الشعر وتسويته يعني هذا أمر لا بأس به أخذ ما تطاير من اللحية بحيث تكون مسواة وتكون مهذبة أرجو أن لا أحرج في الأمين لكن يعني إضافة من عندي أنا لحظت أن بعض المبتدئين في التدين محور تدينهم حول اللحية طولا وعرضا وقصرا وطولا يعني يرى أي تقصير في باب اللحية وعينه لا ترى أشياء أخرى قد تبلغ مبلغ الكبائر وقد تبلغ مبلغ قوادح المرؤة وقوادح الدين وقوادح العدالة وقد يكتفي باللحية وحدها ويغض الطرف عن واجبات دعوية كثيرة وفرائد أخرى في الدين مهمة جدا أصبح تمحوره في تدينه حول اللحية أنا أعذره لأن مدخله إلى التدين كان من خلال شخص هذه القضية المحورية والمركزية في تفكيره أنا لا أهمشها وفي الوقت نفسي لأجعلها وحدها القضية المحورية في التدين يعني واحد يطيل لحياته ويفرط في صلاة الجماعة ويفرط في أمور أخرى أساسية من الدين ويطلق لسانه بالغيبة وبالنميمة هل تشفع له لحيته وإن طالت مترا فوق صدره لا تشفع له لا تجعل الكبائر التي يرتكبها لا تجعلها أمورا مباحة يعني مشروعا لا يعتذر بلحيته عن بقية الكبائر والشاعر كان كأنه قد نظر إلى بعض هؤلاء فقال ألا ليت اللحة كانت حشيشا فتأكله خيول المسلمين كان يبقى لا فائدة لو كانت حشيش وقدمناه إلى خيول المجاهدين تأكله يبقى تأدت اللحة فائدة ليس هذا يعني قدحا في اللحية ولا تنقيصا ولا تهميشا لمن أقاموا هذه السنة لكن دعوة إلى التوازن بحيث ترى الدين كله أصولا وفروعا ظاهرا وباطن يعني فرائد ونوافد فلا تتمحور حول قضية بعينها وتعتبرها أول التدين وآخرا هذا والله على مختلف فيه لا يعني نقول كثيرا ماشا الشيخ said I'm very happy with that question and I hope إن شاء الله to put it in a very objective answer إن شاء الله رب العالمين I hope everybody will understand that الشيخ said you know growing or wearing a beard growing a beard it is from the sunnah of fitrah it is the fitrah the innate state of creation and it is the habit or the practice of the prophets and the messengers of Allah our prophets صلى الله عليه وسلم included and all the prophets before Allah azajal mentioned the beard of Harun عليه السلام when Musa عليه السلام took it and he addressed his brother you know holding him from his beard so that's how long it was so الرسول صلى الله عليه وسلم ordered it's an order from Rasulullah صلى الله عليه وسلم with shortening the mustache extremely you know that you can see the skin under it إحفاء الشرب يعني المستاش and leaving or abandoning or growing the beard and then Rasul صلى الله عليه وسلم this was his order in different variations then there is also the رخصة or the permission to take whatever more than a handful now comes another issue which is trimming the beard or taking from it or the hair that you know goes unevenly so the beard looks trimmed and nice and there is no problem in that so you don't leave it to appear or look not in an organized way and then in addition from him he said that this is now a social issue and a religious issue as well that some people who are beginners in being practicing Muslims he calls them beginners in practicing Muslims that but all their practice and all their understanding and all their behavior is around that issue of the beard nothing else so this is the main thing that the whole deen goes around they just said I give them benefit of doubt and I give them the excuse because maybe they entered Islam or they entered into the practice of Islam through someone who make this issue so they don't know better which is alright it's not something wrong so the sheikh said I don't want anybody to understand that I'm marginalizing the beard but I'm not over emphasizing that it is the only thing that the whole deen goes around otherwise you're not good in your religion so some people they focus on that like what is the width what is the length and how many hairs and all of these things you know they make it the big big issue while they are feigning or they are just you know looking the other side when there are major sins are committed by that person but they care only that the beard has to be such and such so that person is backbiting that person is not attending the jama'ah that person is you know cheating and doing wrong things but the most important thing is that they have their own beard so the shaykh said this is not right and again he emphasized saying that he's not marginalizing the issue of the beard and the order of Rasulullah and he's not over emphasizing this because to become this is the only one so the shaykh said what would be the benefit if somebody making an meeman commotion in the community and destroying the jama'ah and doing all of that and his beard is one meter on his belly what does that do to anything it doesn't it doesn't do much so the shaykh said that he wanted to put it with that away from all of these debates and all of these things so this is his is taking pictures prohibited or printing it what about pictures of relatives who passed away can we keep these pics or destroy them once a person dies please can please see the camera or the ipad or the ليست الصور التي ترسم بليد الصورة الفتوغرافية الأمر فيها واسع أوسع من الصور التي ترسم بليد لأن الصورة الفتوغرافية أو بالآلة ليس فيها مضاهاء لخلق الله بل هي عين خلق الله عزوجل كما تقف أمام مرآة فتظهر صورتك أمام المرآة فهذه الصورة التي في المرآة ليست مضاهاتاً لخلقه ليس واحد بيحاكي خلق ربنا يخلق كخلقه بل هذا هو عين خلق الله عز وجل عندما تقف أمام صفحة ماء أو أمام لوحة مرأة يبقى في هذه الحالة حلال وحلال وحرام وحرام صورة امرأة متبرجة فاتن عارية حرام طبعا يعني أما صورة لا تشتمل هذه المحرمات فلا تحرم لذاتها إنما لمحتفة بها من عوام خرجية بعض أهل العلم من المحققين شيخ ناصد ديلة الباني رحمه الله يقول نحن نشتق مذهبا وسطا نقول إذا اجتملت الصورة على مصلحة واضحة لم تعرض بمفسدة الراجحة فلا حرج يعني الصورة في المجال التعليم يتنتقل الصور تعلم من خلالها الناس الصورة في المجال الطبي تعلم الطلاب في المجال الأمني لكي تدقق هوية المجرمين أو المشتبه فيهم في المجال الدعوي أحيانا صورة تنقلها عن حرائق غزة أو عن حرائق حلب أكثر تأثيرا من ألف محاضرة وألف محاضر فعندما توظف توظيفا صحيحا تعليميا دعويا أمنيا في أي مجال ثم يكون لها أثر نافع ومفيد فأرجو أن لا حاجة في ذلك إن شاء الله بالنسبة للصور على آيباد أو على آيفون أو حتى صورة على ورقة لا تعلقها تعليق الصور ليس سنة الإسلامية إن أرقيتها على آيفون أو على آيباد أو فيه درجمة تبكت أو نحوه أرجو أن لا حاجة في ذلك أما تعليقها النبي عليه الصلاة والسلام رأى دخل إلى بيت أمنا عائشة ورأى يعني مرقى يعني ستارة على نافذة عليها تصاوير فظهت في وجهه الكراهة صلى الله عليه وسلم قالت أتوبوا لله ورسوله ماذا صنعته لأسل الله فقال هذه التصاوير فشقتها وجعت منها وسادتين كان يجلس عليهم صلى الله عليه وآله وسلم فاجتنب تعليق الصور واجتنب الصور التي تحرم لأسباب أخرى كصور ممثلات وخليعات أو ضعفاتنا أو ضعمة تبرجة ونحوه فهذا صفوة القول وفي تفاصيل أخرى كثيرة لا يتسع لها مقامنا هذا وراء So the shaykh said that talking about photography and pictures and drawings and all that it is a very big subject with lots of details so just mention it in general the shaykh said that photography or you know taking it with a camera pictures taken with a camera there is no problem because it is not imitating the creation of Allah but it's actually reflecting the creation of Allah like you're standing in front of a mirror so there is no problem and with that you can keep it on the iPad or the iPhone it's no problem so this whatever halal it is halal whatever haram is haram so you cannot have a picture saying photography is okay with a camera so you take a picture of something haram or someone that you are not supposed to look at like a picture of a woman not dressed properly and so on so whatever halal from it is okay whatever haram from it is not okay but the general rule it's alright with the pictures but don't hang them because hanging them it is not from the Islamic tradition Rasulullah entered the house of Aisha he saw a curtain which has some pictures in it so it was seen in the face of Rasulullah that he didn't like it she said I repent to Allah and his Rasul what is wrong Ya Rasulullah he said those pictures there so she took it and ripped it and made him two pillows that Rasulullah used to sit on so hanging them here but not using them is okay because he was sitting on those pillows but hanging them to look at is not alright so don't hang pictures for anyone life or death Shaykh al-Bani he had a madhhab or something in the moderate so it is not like he did not say it is haram all together photography and it is not halal all together he said whatever need is present then it should be okay like for educational purpose to have the IDs and so on for the security purpose to know the criminals and so on or to get a passport or to get an ID there is no problem in that or to give da'wah and the Shaykh mentioned like what happens in Gaza or what happens in Aleppo or what happens for the Muslims one picture sometimes does more than thousand lectures people see the pictures and they sympathize and they believe in the cause and they help it right so if it is used for da'wah or education or for security reason or things like that it is alright inshaAllah but there are much much details there is a question about a sister whose husband died and she has kids to raise she is in a financial situation she found a job as a waitress but that place serves pork so is her job halal what do you want to do 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 so the shaykh said first may Allah cover this sister with her mercy and help her out to get out of her issues second serving haram is not allowed it's haram serving haram directly to someone is not allowed that's the basic rule but if she is working in a place that serves haram but she is working some other jobs it's a bigger issue than just saying haram and halal here like somebody working in Walmart for example it serves things but she is not directly responsible about that haram things are sold there but this is not the main thing Walmart is made for right so it's part of that it's no problem with this even though it has some doubt so this is number two number three if she is already serving haram and this is a problem she does not have other alternative and she has kids to raise like the question is mentioned and all of that so this is a current problem or an existing problem so we say that this is a temporary stage you need to get out from so if you don't have other alternative keep with it until you find while you are looking seriously for another place once you find then you need to leave it at once inshaAllah and Allah there is a question about a sister who took some pills in Ramadan to delay the period but it did the opposite effect so it makes the period stay for 18 days 18 days now what does she do she fast 15 days or she fast 18 or she fast what that's a question how it came so بل حتى لو ما حدث في المستقبل يحدث نوع من أنواع التقطع لا تنتظم الدورة بعد ذلك إذا اضطربت يوما يخشى أن لا تنتظم بعد ذلك فهذه النصيحة رقم واحد بارك الله النصيحة رقم اتنين إذا استمر دم الحيض عليها دم الحيض يعرف إما بلونه أو برائحته لكن حده الأقصى 15 يوم ما زاد عن 15 يوما فهو ليس حيضا بل استحاض فإن كان هذا الدم الزائد عن مدة عادتها إذا كان لا يزال يحمل مواصفات دم الحيض لونا ورائحة فهو حيض إلى 15 يوم بعد 15 يوم ليس بحيض أما إذا كانت لا ليس له لون دم الحيض وليس له رائحة دم الحيض والحيض بمواصفاته المعروفة انقطع بانتهاء عادتها المعروفة فما وراء ذلك فهو استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام طيب الآن أفترت 18 يوم تعمل إذا إن كانت قد أفترت يعني نحن نسألها هل أرجو أن تجيبين على الأسية التي سألناها ما زاد عن 15 يوم ثلاثة أيام هذه القضاء يعني لا بد أن تقضى وأيضا ستقضى مدة الحيض لكن الفرق إن إن شاء الله تعالى أرجو أن لا تأثم بسبب جهلها أن لا تأثم بسبب جهلها ولا تعاود ذلك 18 يوم على كل حال سيلزمها قضاؤها لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقلت المدة أو كثرة زادت أو نقصت فهي مطالبة بقضائها جميعا والثلاثة أيام تقضي الصلاة بتاعتهم بها وإن جاء رزبا عني عني الصلاة فهي تقضي ما فاتها في الثلاثة أيام فقط لأنها قد فاتتها وقد كان يجب عليها أن تؤديها وتركتها خطأا أولا الشيخ أعطي أن لا تقضي الفطرة أو الثلاثة من الله عز وجل بشكل تستطيع التقضي الفطرة أو محمد حتى يفعل ذلك فهي يجب عليها عن ذلك الله تستطيع أن أكثر ما يحبه لا يجب عليك أن تقضي أن تقضي النهاية التي لا يخطي أن تقضي أن يتقضي وتقضي الشيخ مكانا بينهما قال two the sheikh said mostly from his experience those who take the pills it actually does the opposite mostly does the opposite and it changes and disturbs that period and then it's not organized after that for a long period of time or permanently so that's also key the sheikh said if the woman have a habit or a period that it has a certain time that she knows then she knows the bleeding by its smell and its color all the women know those two smell or the color so if that period can it exceeds that period and you know that it is it looks like the blood of the bleeding of the period by the color by the smell or both and it goes more than your habit so it is haid it will be considered the period up to 15 days anything more than 15 days it is istahada it does not take the ruling of haid you are not exempted from praying you are not exempted from fasting anymore so up to 15 days so your habit number one if it goes more than your habit and it has the smell and the color of the haid it would be considered the haid and the period the menses until 15 days over 15 days it is not right so in this case here for the sister who had the bleeding for 18 days and she broke the fasting in all of them so now she had to make up all of this and the sheikh said I wish that she does not become sinful in the three days because of her ignorance so she doesn't know the ruling but 15 days she has to do the fasting not the salah she has to make up the fasting not the salah like the original rule but for the three days she has to make up the fasting and the salah in them because she was supposed to be praying because this is not the bleeding of haid it's very important the women are hard everywhere subhanallah and everything we used to go to a seafood restaurant it sounds delicious but then it says that after a while we found out that they cook with wine in every single dish that they serve what is the ruling in that and does the ruling changes because it evaporates in the food or not what is the مضى يعني ما الله يغفره سبحانه وتعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنت ما كنت تدري أن هذا المحل يطهو طعامه بالخمر فعندما اكتشفت ذلك امتنع من الذهاب إليه وأرجو أن يسعك عفو الله فيما مضى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت لكن يبقى سؤال لأن بعض المتابعين يقولون أن الخمر تلقى فقط من الخارج وتحترق ولا يبقى إلا بقايا طعم أو بقايا يعني لا يبقى منها شيء من الطعام فمهما أكلت منه لا يسترك يعني شيء بس يعمل تيست أو يعمل فليفر معين لكنه لا يبقي شيئا من أثر الخمر يعني لا يستر متناوله فإن كان ذلك كذلك فيبقى الأمر في إطار الشبهة والكراهة ولا يرقى إلى مستوى التحريب يرقى إلى مستوى التحريب إن كان يسترك ولو أكلت منه شيئا كثيرا أما إذا كان لا يستر ولم يبقى منه إلا الطعم أو المذاق فيبقى في إطار الكراهة فقط لأن هذا ليس سنة المسلمين في طهي أطعمتهم وبطبيعة الحال مطاعم المسلمين لا يمكن أن تفعل هذا لماذا؟ لأنه سيشتري الخمر سيادة بيشتري الخمر لكي يضعها على الطعام فسيشتريها منفصلها سيادة بيشتري بطل أوف وين لكي يأتي بها إلى مطعمه لكي يرشها فوق الطعام هذا محرم هذا شراء للخمر وحملها ودفع ثمنها وكذا هذا محرم في مطاعم المسلمين قطعا لكن إن كان الذي فعل هذا غير المسلمين ولم يبقى أثر الإسكار على هذا الطعام احترقت الخمر وتبددت ولم يبقى من أثرها المسكشي فيبقى الأمر في إطار الكراهة لكنه لا يرقى إلى مستوى التحريب ومن اتقى الشبهات فاستغل استغل على عرضه ودينه ووصيتي ألا تتابع لهذا المطعم مرة أخرى فاستغل على عرضه ودينه 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 فاستغل على عرضه ودينه ودينه في البيت لماذا؟ لأنه سيكون سيكون مجرع بها يعني أنه سوف تدخل تدخل الجيد سيكون سيكون مجرعي بها هذا ليس حرام هذا حرام حرام هذا حرام لنفذ هذا يكون حرام فإنه لتدخل مع ذلك ومجرع بها لم يعد لك إذا لم تدخل في هذا مجرع طيب معلش شخوا لأن الموقت لأنهما نتعلم إذا كانت دخل في قد مدنة إن شاء الله سوف أعطى بعض أسئلة أسئلة تنظيف الطفل في حمام وأنا في حالة الوضوء هل ينقض الوضوء أم لا؟ Cleaning my child in the bathroom while I have a state of wudu Does it avoid my wudu or not? الصواب أن عورة الصغير لا حكم لها الصغير لا عورة لا فمس عورتي خاصة من أمه التي تقوم على مباشرة نظافته لا ينقض الصغير لا ينقض الوضوء أم الوضوء So the aura or the private part of the child does not have a hukm It does not have the ruling like the adults So the mother who's responsible for cleaning her child and changing him or her There is nothing wrong in that so you clean him and if you touch the aura or not It does not violate your wudu هل النظر إلى عورة الزوجين بعضهم البعض حرام Looking at the private parts between husband and wife is it haram? الأصل أن كل من الزوجين حل للآخر استثني الدبر والحيضة للزوجة أن يستمتع مباشرة أو أن يستمتع نظرا لكنه يجتنب الحيضة يعني لا يجامع في الحيض صنعه لشيء إلا نكاعة ولا يجامع في الدبر لكنه قد يأتيها في قبلها من دبرها يعني مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد يعني في النهاية الجماع لا يكون إلا في موضع الحرث وموضع الحرث هو موضع الولد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فلا بأس يعني بالاستمتاع بما وراء ذلك سواء مباشرة معنى مباشرة كتعبير فقهي مس البشرة للبشرة أنت تسمع التعبير هذا كثيراً معنى مباشرة مس البشرة للبشرة سواء كان هذا مباشرة أم كان نظراً لكن قد وردت أقوال عند بعض أهل العلم تجعل النظر إلى العورة المغلزة مكروهاً استدلون على هذا بأنهم من عيشة اغتسأت مع النبي صلى الله عليه في إناء واحد ثم قالت فما رأى مني ولا رأيت منه طبعاً تقصد العورة المغلزة فهذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التنزه والتورع لكن ليس على سبيل التحريم لأن المرأة حل لزوجها ولأن الزوجة حل لزوجته لا يمنع إلا من الجماع في الحيض ومن الجماع في الدور الأسر So the Sheikh said that the original rule between husband and wife that they are halal for each other to enjoy and to have intercourse by all means and whatever this is allowed for looking at it also is allowed except too that Rasulullah صلى الله عليه وسلم weren't from having intercourse with the woman during her period or having the intercourse with the women other than the place that Allah created for that. So touching the skin or the term used as مباشرة means the skin touching the skin which is always referring to the intercourse. So whatever, they can do everything that they want, any position that they want as long as it ends up in the same exact place that Allah subhanahu wa ta'ala allowed between husband and wife. So looking at that is allowed as well. But the Sheikh said there are some opinions among scholars that made looking at the private part of the spouse is makroo. And they used the dalil for that. The dalil that said Aisha radiallahu anha, she said I bathed with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I bathed with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They took a bath together. I did not see from him. and did not see from me. Meaning the private part. And they took from that that this is more of piety and righteousness than halal and haram. So they took from that that there is some etiquette and adab. But the Sheikh said in general, this is to be mentioned, but the majority of the scholars said it's all right inshaAllah. Shouldn't be a problem. May Allah just give our youth to get married first. Then we'll... Yeah. So for Jum'ah, prayer, if I arrive to the khutbah very late and only here the last five minutes, did my two rak'ah with the jama'ah get accepted or do I pray full for rak'ah? There is a question, but I mean... I mean... if somebody arrives late حقك وإنه قلت الودر في جمعة وإنه قلت الودر في جمعة سيكون بخير، إذا أجناع الودر في سائل الرقعة كان الأشف، إنه قلت الأشفة قبل الودر قرقه، chilli قلت فقط يجب من أحل إلى ذلك وأنا نقل القرقه، ولكن إذا قلت التحدث عن ذلك، أجناع فلا لست تحدث عن الأشفة نحن لم تحدث عن القرقه، ثم قلت الأشفة but if you catch as long as before within the second ruku you just do the second rakah and your juma is correct but don't ever do that again don't ever do that again one more question inshallah and we will be done with that and that question is repeated the women working without excuse without needing the work but they work because work experience will be needed the question says if god forbid the husband dies or something like that she finds work on all of this and that's the first part of the question and we'll finish with that inshallah second part of the question that if she earns her own money now but the husband doesn't allow her to use her money without his approval can she send it secretly to do halal things to whoever she wants to send it for the question السؤال الأول لا شك أن الأصل في المرأة القرار في بيت الزوجية مراعاة للزوج وللولد والعمل مخصة يجوز لها أن تعمل عملا مشروعا بالتنسيق مع زوجها عن رضا وتشاور بينكما العمل المشروع مشروع فقط إذن الزوج والتشاور معه إذا تم ذلك فلا بأس بهذا العمل لكن أنا بأنبه مرات ومرات الأم هي الجامعة الأولى التي تخرج الناشئة إذا شغلت الأم عن أطفالها بعمل استغرقها طوال اليوم وعمل زوجها استغرقوا طوال اليوم الأولاد ينشأون يتامم بين أم تخلت وبين أب مجغول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي يتلقى له أما تخلت أو أبا المجغول فمشتلة هنا مشتلة ضخمة الأب بيطلع قبل الفجر وبيرجع في الليل ويرجع مهدود هينام ما بيعملش حاجة لأولاده فمن ذا الذي يرعى الناشئة الأم فينبغي أن نحافظ على لياقتها وعلى عافيتها النفسية وأن تدخل طاقتها وأن تدخل جهدها ووقتها لرعاية أولادها نحن لا نحرم ما أحل الله العمل مشروع إذا كان بضوابطه الشرعية لكننا ننصح بهذه الملاءمة وبهذه الموازنة حتى لا نكسب مالا ونضيع نشأ ورجالا بارك الله بارك الله فيكم the mother abandons that the problem that comes out of it is way more than the benefit that she will get from the job so just keep that in your mind the father goes in the venture time and comes at night if the mother does the same where the children go so the sheikh said the orphan is not the one that the father and the mother literally and physically died or deceased but the real orphan is the one that will always find the mother who abandoned her job that Allah created for her created her for وكي لدي من تأخير المستقلة فهذا الشيخ قدت لا تسعى النساء من هذا الشيخ لن تسعى الله لتسعى النساء ونستطيع صفة ما فقد تسعى الله لكنه يجب أن تفهم ذلك من مجموعة وضع أسفل الأخرى نحن تتصرفون ملايها بإذن ذو الجمهور وأن لها أن تنفق منها كما تشاء عند الملكية يقولون لا تنفق من مالها بما زاد عن التلت إلا بإذن زوجها لكن الجمهور على خلاف هذا فإن المال مالها وإن القرار قرارها لكن يقتضي حسن العشرة أن تتشاور معه يقتضي حسن العشرة أن تتشاور معه إلا إذا كان من النوع البخيل جدا ولن يسمح لها بأن تنفق دينارا ولا درهما في نطاق خير فطبعا لها أن تنفق من مالها ما شاءت في إطارات المشروعة والزوج البخيل له حكمه الخاص انضم عليها بما يلزمها من نفقة لها أن تأخذ من ماله بغير علمي سيبو نايم كده تحطيها في البوكت واتطلع المصرفات اللازمة ولا من شاف ولا من ديرين ولهذا أصل في السنة إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بدم لا يبذله طائعا مختارا ولا بد للمرأة من أن تجد ما تنفقه فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا يجب كثير من حلاة أكثر من ديرين تبا أكثر من حلاة أل لا يعطيني لكن مالكي وقال شحيخ المترجم للغاية لان تغير مرضاً لا يريد أن تقول أنه من النار لليس موجودة ذلك الناس قال أنّه مدرسة بسعرات المرسلة لن تحتاج إلى إلى المستوى إنه مدرسة مع المعيش معادي 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 out of loyalty to this family that she should consult with her husband before she spends anything so this is mutual respect and mutual coexistence if the husband is miser he himself doesn't spend and he doesn't want her to spend she can actually take from him without his knowledge to spend, so the sheikh said he's sleeping she can go to his wallet or pocket and take whatever she wants and she does not go back to him with her reason, sisters because now we only have credit cards in the wallet so she take the credit card and go Amazon all the way this doesn't work like that so that's not what is meant just take whatever and the sheikh mentioned that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gave fatwa to Hind the wife of Abu Sufyan that he was a little bit holding I don't want to say the word about the Sahabi of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam this is not adab it's not etiquette but he was not generous with her the way she was expecting or the way it should be so Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jazakumullah Khair may Allah reward you all and InshaAllah Rabbul Alameen all those questions we are going to deal with them we are going to ask the sheikh we'll give the answers we'll post it InshaAllah Rabbul Alameen or we'll do another video during the month but InshaAllah keep the questions